أجمعني يا بيت علي وأنا ماشي أحسن هكفى على وشي أصلي باب السماء بتاعها هيستجاب لك خلاص مظلوم وهيستجاب لك أقولك أي يا حماتي أنا حطيت الأكل بتاعنا على الصفرة هو والمغرب أرى بيدن قبل بقى ما المغرب ما يدن هنزل هدى طبق الفراخ والمكارون دي له أمي أحسن يعيني أمي هتاكله النهاردة فل وطعام اغريني بأكل إلا تغديل داياختي تعلي كده اغريني يا اغتي أكل إلا تغديل لأمك دي وإحنا مال إحنا بأم أبced تأكل فلو طعمية أو تأكل ظلط حتى المشكلة يا حماتي يعني ما إحنا الأكل بتاعنا جوا هو موجود إيه المشكلة؟ دا أكل زيادة يعني مش مشكلة هو أ lagi مش مشكلة يااخت وأنت دفع حاجة من جيبك مش الأكل ہے ابني اللى جايبه واللي دفع فلوسه وانت أم أبطى ت insisted Ouais معلش يا كل يوم بتاكل من على حسابها والله بفلوسها لكن النهر دا إ Skip ما هاش فلوسها ببتاكل فلو طعمية ايه المشكلة ماهده من فراخه والمرقررة و انا على فكرة جزي عارف معه consensus هذا بيتي و انا حرة فيه انت لا يا اخت حرة دي تقول لها اللى حق تانى جالي لكن انا موجودة انا اللى حرة اللى الى في الويس وهي بطبنى أى ص Knoxكي لا حاج Native وده اميphones متأكد أهو سبني و انا啥 ننيه نظر وسوف أول إلى بيت كل هذه الأطبائب و جزي عارف متوفقان أو منافق المريضة ما تبقى في piتك يا حماتى لو سمحت Everest أنت لدي As of fans لا دا انت ما شاء الله تجرقت وبقيت لساني بتقول كده وبقيت بتعافي ترد كمان لا 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 دا انت تجرقت قوي طب اقولك ايه؟ كصمان عظمان لو الاكل دا نيز اللي انا قلبها البتعة اللي فيه وهتبقى حريقة لا تاكل فلو طعمية ما تاكل يحت فلو طعمية ولا تاكل زفت وطن على دماغتي احنا مال نحن انا فيك انا مسمحش لحضرتك انك تتكلم على امي بالشكل ده عشان انا بتكلمش عليك بالشكل ده واذا كان ابنك بيساعدك وجيبلك اكل فانا ما بتدخلش في الموضوع ده بينه وبينك ده حاجة خاصة بك وزي ما الموضوع خاص بيني وبين امي انا ولو سمرت ما تدخلش فيه طي يا بيت تعلمين اتكلم ازاي واقول او ما اقولش اه زي ما قلتلك قبل جدا الاكل ده مش نازل ومت تاكل اللي عندها موجود في البيت ما عندهش اللي عايش وجبنة تاكل عايش وجبنة ما عندهش غرفل وطعمية تاكلش غرفل وطعمية عندها لحمة تاكل اللحمة لا قدي فلوسها لكن تاكل من فلوس ابني وخير ابني لا بخلي اخواتك ياختي يأكلوها ولا خلاها تروح تشحط ولا تعمل اللي هي عايزة انا اصلا بطيها دولية نكد وعرف كده وبومة على فكرة ما سمحكيش تتكلم على امي بالشكل ده ولو سمحت لو قلت كلمة زيادة كلمة اللي هتقوليها على امي هتتردلك في نفس الوقت على طول وانا اقول لحضرتك هوا ما تجيب الثرت من طريقة تانية بطريقة اللي انت بتتكلم بعدي تاني اهيه ايه محاس شغرب انت باءعة الفجل اللي هتعلمني اتكلم و pillaa اجري يا ابت العابب،ي عندي يا ابت واجري وشوفوا مصلحتك والطبع اللي انت حاطى لطيف وفاح لتنقذوا لامك تلسي به هين أمي راجع لشوفي اكل جوزك وهاجه، عليها اكل جوزك اللي هيعملهاها ليش دا تاكل اولا لتاكلش اه باب الخير كتيري حزبي الله ونعم الوكيل فيكي حزبي الله ونعم الوكيل عزبني يا بيتة عليا وانا مشي حسن هتكفى على وشي اصلي باب السامة بتاعها هيستقبلك خلاص مظلوم وهيستقبلك